عنوان حلقة اليوم بصراحة مثير للتساؤل والاستغراب لأنه أنا نفسي مصدوم من أرشيف مهم وخطير جدا وصلني يؤكد الصراع ويؤكد الضرب تحت الحزاب في تسريبات صوتية مهمة وخطيرة جدا سأبث حلقة من حلقاتها اليوم وتعرفوا سعيد بن سديرة عندما ينشر تسريبات من هذا النوع فإن الأمر جلل نعم الأمر جلل والأمر مهم وخطير جدا ونظن عندكم تاريخ مع نشاط بن سديرة ومع التسريبات التي ينشرها سعيد بن سديرة أخم تعرفوا هذه هي تهديدات وبالتزاز بهموا شرحوا دائر هذا الذي يظهر على فرنسا شرحوا دائر درابوتة لها تحديد الألعاب شرحوا دائر درابوتة لفرنسا اسمنا لفرنسا ودائر شرقه هذه تحديد الفويوات وواضح من أنه هو يستخدم الأنف الأسلحة الفتاكة على جلل بشي يفرضوا الأمر الواقع على شنقريحة وعلى تبون باش يستجيبوا المطال بنتاهم قال دير كذا وكذا وكذا ذلك نجيبوها لكم بالصوت وبصورة وإلا نعملوا كذا ونعملوا كذا ونعملوا كذا تسجيلات أرشيف من جهاز المقابرات يعطى للسعلوك للعربيد على جلبه شو يهدد به وهذه هي قدمتهم قدمتهم بميلفات الإبتزاز هذه هي هكذا يستخدموا في النفوذ ومن بعد يدعيه ويقول لك باللي راح الناس تستخدم في النفوذ فسمعوا سمعوا وش راح يقول لعندها علاقة دائما بعاصفة وأزمة وبركان سيحدث بعد أي تسريح هاي وسمعتوه يعني هذا الجسوس والعميل والخائن والمرتزق هذا اللي قل لكم اللي خرج تسجيل من قاع انتا اجتماع بين القاعد صلح خرج تسجيل من ساعة اللي حدات وسلال وش كون اللي اعطوه له هم الجهاز المقابرات هم اللي اعطوه له هذو اللاس اللي يرام يتعاملوا معاه الدمويين اللي هم متورطين في المأساة الوطنية ووالغين لركيبهم بالدماء يهدد هدوا القاعد صالح من بعد تعرفوا لعلكم تشفاوه على التسجيل ما هوش حاضر معايا الآن ولكن ركما شفتوه انتا خلق النظار وهو يهدد في القاعد صالح وركما شفتوه لما يتكلم معاه اون ديريكت يجي انتا يجي الواحد هكذا حراق ويجي يتكلم معاه واضح باللي راه هو مكلف بمهمة واضح باللي راه هو يتكلم باسم الناس راه مدركهما يعطيه له راه هو مجرد مرتزق مجرد بوق ما عنده حتى علاقة بصحافة صحافي يهدد في رئيس دولة يهدد في قائد الأركان يهدد في وزارة يهدد في جنرالات ما سمعوا وعلى هذا الأساس أنبه وأحذر وأوجه رسالة رسمية لمن يهمه الأمر وبالخصوص المسؤول الأول القائد الأعلى للقوات المسلحة باتخاذ إجراءات عاجلة سمعوا اتخاذ إجراءات عاجلة زوج اتخاذ إجراءات عاجلة عاجلة لإنقاذ لإنقاذ نفسه أولا نفسه يعني منصبه في الرئاسة منصبه في الرئاسة محمد السيد راه ودرك هو بنصديره هو اللي راه راح يحكم دوكتر بون يعني بالك على عينك اللي حبي تقعد في الرئاسة اسمع وش راه يقول لك بنصديره والناس اللي راه من وراه اسمع اللي حبي تقعد في الرئاسة يعني حبي تدير دوزيام منضا ولا هاني قلت لك اتخاذ إجراءات عاجلة يعني ندير شوية هكومي لكن الناس تفهموا اتخاذ إجراءات عاجلة اتخاذ إجراءات عاجلة سمعوا سمعوا نأودكم تسمعوا اشتفهموا خطر كالناس اللي هما يمروا عن الكلام هكذا يكبرك سمعوا مصلحة باتخاذ إجراءات عاجلة واحدة اتخاذ إجراءات عاجلة زوج اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ نفسه أولا نفسك تبون يعني منصبه في الرئاسة ولإنقاذ الدولة الجزائرية من سراع الخوانة سراع الخوانة العملاء المكلفين بمهام خطيرة وخطيرة جدا شكون هو الخائن غير كنت شكون هو الخائن المكلف بمهمة لتبتز في رئيسه وتبتز في قائد الأركان وتبتز في مؤسسات الدولة بل صرت مضحكة قدام شعوب رحم الشعوب الآن يتفرجوا في هذه السراعات رحم الآن يستغلوا في هذه التسجيلات ويوظفوا فيها ضد الجزائر وضد مؤسسات الدولة صرت تعطي في أسماء انتها ضباط في الأماكن انتاهم في الروساب انتاهم في الإقالات انتاهم وحتى ستهدد في الناس حتى بالملابس الداخلية انتاهم تستهدف كيان الدولة ضد الشرفاء الوطنيين الأحراء ومداموا ينسل واضح إذن التسريب الصوتي سأنشره بعد هذه السلسلة من الأحداث التي سنتكلم عليه هناك عصابة من الخونة والعملاء خونة والعملاء اللي رأم في مناصب حساسة في الدولة يريدون القضاء على سقور الدولة على الضباط الشرفاء الأحرار على الجنرالات انظاف الذين يسعون إلى إصلاح وتطهير الدولة والمؤسسة العسكري وجهاز المخابرات لكن هم حابين يرجعوها زريبة وحابين يديروا المنكر وحابين الفساد يعم يا عم شي يا عم سمعت هذا التسجيل هذا اللي رأي وضرك وبينه بتاع واحد من الرئاسة يبتز في الرئيس يبتز في قائد الأركان والشرفاء هذو شرفاء هم الدمويين هذو هم الشرفاء اللي رأي ويادر عنهم لأن قلتكم أنا في تحليل تحليل لا عندي معلومات ولا ميحزنون تحليل لأن أنا هذا شخص نعرف هكذا من خلال ما وقاري قاري علم الإدراك وروح ابحث شوية في الانترنت على سيونس كونيتيف نقرأ الملمح ونقرأ حركات ونقرأ العبارات التي تكلم فيها واضح بل يرى في حال تهيجال الناس يجب تمس رأي من الفتاح من الطاولة رايحين يزيحهم بالتالي هو أذرك يستخدم ويهد في تبون سمعوه سأعودوا وراجعوا الكلام باش منضل رايح وجاي معاه تهديد التصفية لقد نجيولهم سمعوه أنا الآن وجه رسالة لمن يهمه الأمر نقوله أنه أرشيف نعم أقول أرشيف التسريبات الصوتية من مركز غرمول وصلتني مركز غرمول تعرفون ما نعطيكم جميع المكان لأنه أعرف بللي غير جزائريين راهم يتبعوه لكن الناس اللي راكم في الجهاز على المخابرة تعرفوه وراه راهم مش بعيد بزاف على من تحقق الإنسان أنا شعرف اللي راهم ما زال في نفس المكان أنا شعرف ما نعطيش تفاصيل لكن هو راهم أعطيكم الاسم مركز مركز غرمول اللي راهم جاي في قلب العاصمة هكذا وراهم مش بعيدة على مصطفى باشا أرشيف التسريبات الصوتية من مركز غرمول والنصب والاحتيال والابتزاز لأنهم دائما يتكلمون ويقول بن سديرة السعيد أنا أتحداكم والآن أنا أستفزكم تسلفني وجهك نديره بشمق تسلفني وجهك نغسل به الكرشا تحرف تعالعيد تحدى الناس عندك وجه تعدك الوجه أنت أنت تودين نفسك بالسانك عندك الأرشيف التعالجهة المخابرات أنت شكون أرشيف التعالجهة المخابرات بعثوك تسجيلات من مركز غرمول وتتحدى في الناس لكي يجبوك الأدلة شاربت الدول لتعالجه أم لا شاربته ولا زادوك في الله دوس أنا الآن نخرجكم يا ضحاحنا من الجوح اللي رأيكم فيه رأيكم في المقارن أنا نجبتكم كل فعي أنا الآن نسترد لكم تسجيل صوتي رسمي رسمي ما بين مسؤول سامي في الدولة في الرئاسة مع مسؤول أقل منه يبتز في رجل أعمال والآن لا أذكر اسم المبتز ولا أذكر اسم الواسيط ولا أذكر رجل الأعمال اللي تم ابتزاز هذا اللي يقدمك هذا شكوون رجل أعمال خليكم الصوت فقط لكن اللي رأيهم معنيين بالأمر يعرفوا صوتهم شكوون هما ألا جبته معاك هذا وش علاقته بالموضوع رأيك تحكين الموضوع بالعزوقة هذا رأي عنده علاقة مع عزوقة رأي حب سؤلو الخدمة متاع والله واسم وش علاقته بالموضوع تبتز في الرئاسة حبيت أنت باش درك أنت جبته باش قال يالله تطبقه واش درته تاخذ إجراءات عاجلة تاخذ إجراءات عاجلة تاخذ إجراءات عاجلة ها والمرة اللي فات ترا هو بالصوت وبالصورة وكن نجيبوه من بعد والله المرة الجاية فوكس ما نفحت لي راني يزيد نجيبوكم مقاطع وأنه يهدد في مؤسسات الدولة وباللي الدولة راح تسكر خلاص سيفيني الشعب الجزائري غير كسمون ترح تحوس سيفيني راح يحاكم عليكم بالكاو ويعرفوا القصة وشنه ويعرفوا أن لدي أكثر من 1200 1200 تسري بصوتي سمعتو 1200 تتحدى في الناس يجيبوك الأديلة لأنك تكلم وحدك وكانين الناس من أصحاب الرؤوس المقفلة لم يسمعوا في الهدرة لم يحلوا فيها ولا فهمينها سأنشر التسريب الأول وأتحد داغ إذا عندهم تسريب ضد السعيد بن سديرة ينشروه أو يعطوه لوليد أمو الذي راه ينشر هذا وشي هو الذي تكلم في هذا لا يحتاجين بهذا ولي هناك تسريبات أنت رح جيب لوردونوس تعدوا والمرض من عند ربي واحدة مريضة مسكينة طلبت مني دوا وانت اللي وجه والله هكذا وتخاف ربي أنت المرض تعرف تتهم في الناس باللي مختل العقلية أنه تعرف تمسكن شفتوا الجماعة يقول لكم ضباط كبار وجنرال وضعوا واحد بغلب وضعوا صعلوك ها دم خلق ربي ها أشكال وهذا رح محطينو من فوق هذا محطينو كما قال واحد المرة كريم مولاي عميل من الدرجة الكبيرة ونجيب لكم كيف يتظاهر من أنه المستشار والذراع الأيمن لتع الجنرال توفيق ونجيب ها لكم بلسان إلا هذا موضوع أو روح جماعة اسبانيول رحم يستنعوا جماعة اسبانيول لأن هذا الطحان هذا رجل الأعمال الذي كان وليكم أن يرقد طلب مني خدمة وقال يا بن زديرة لهم خدموا خدموا وخدموا وحقروا هم يخلص هم محب وقال قلت له روح روح يخدم خدمتهم قل تسريبات تسريبات تبتزاز إذا عندكم تسريبات أنه بزديرة يبتز أو يهدد أو يخون أو يتعامل مع جهات خارجية أو عندك الرأس والله الشيء الذي ستفعل في هذا هو ابتزاز والله وعندك 1200 تسجيل وعندك الأرشيف غرمول وعندك أرشيف الجهاز المخابرات التي فوتناكم المرة التي فاتت وتهدد في دولة تهدد في الرئيس وفي قائد الأركان ومع مرات يعني ينتهلك هذه أجهزات المخابرات البراء يتبعون ويجب أن يتبعون فيها ويجب أن يفهم الشعر يجب أن يترجم يجب أن يترجم لديك رأس أو وتتحدى في الناس لكي يخرج تسجيل وتهدد أو تهديد ما تفعل أردك فاطن أو أبن سدير شربت الدول أو لم تفعل أو عندما تتكلم ضرب فيها قرعة أردك 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 وراء الشمس هذا المجتهديد هذا حكم انتاعك خائر لبلاد تهم في الناس بالخيانة ها يجب أن تسجيل تعالى عبد العالي بالعزوك يتعامل مع جهة أجنبية يبتز في الناس الله يرحمه ها يجب أن يجب أن ويتهم مؤسسة الجيش أو كذا انشروا انشروا إذا كنتوا رجال لكن سعد بن زديرة يملك سعد بن زديرة يملك تسريبات على أماتكم نبدأ بتسريباتكم انتم كاشب تزاز أكثر من هذا عنده تسجيلات انتا أماتكم وخواتاتكم وبياتكم وعنده عنده حتى الملبس الداخلية انتاعكم لكن ما يقدرش يمشي قدام الرجال وما يقدرش يمشي برا همت شوفوش كل رمي يحميه فيه ومتعرف نبدأ بتسريباتكم انتم ثم نروح القططكم وكلابكم وانساكم وبناتكم وولادكم وقد أعذر من أنذر سمعتو يعني الساعد بن سديرا عندما ينشر أمور مثل هذه القادم وأسوأ هو ما يهددش هو راه وقد أعذر من أنذر القادم وأسوأ سمعو وخذوا العبرة من 2019 سمعتو خذوا العبرة من 2019 خذوا العبرة من 2019 يعني القيد صالح الله يرحمه خذوا العبرة راهو بن سديرا الله دار معكم خلاص مع أنت بلين الزار والجماعة وابنه وهذا جبار مهنة وهذا ناصر الجن والأكليك وهذا حسين بولحيا وكذا خلاص رأى هو لها دور معكم لحلفوا فيكم ما خلاص مع أنت رأى هو بلغ السيل الزبا إذن تخذوا إجراءات دخلوا في الوقت المناسب لأن ما سأنشره في قادم الأيام سيزلزل سيزلزل أركان الدولة لا سأنشره في قادم الأيام إذا لم يتم التحرق بسرعة سيزلزل كيان الدولة سيزلزل كيان الدولة ويكشفهم أمرأي العام الدولي أسمع هذا التسريب ثم نعود سمعتوا لو كان لا تحركوش أو حذركم وقال لكم عنده تسجيلات وعنده لرشيف كان لا تحركوش تستجيبوا للمطالب انتاء بن سديرة وترجعوا الدرع من هذا يوسف بأجا ويضعوا المصروف ويضعوا الجماعة هذوك اللي أراكم أنتم ما حابين نديروا لهم الإقالة والذيك بالك ودوروا بهم والله هذيك أراهو يزلزل أركان الدولة هذا اللي قال لكم باللي أراهو يحترم للمطالب المطالب المطالب المطالب